السلام اليكم اهلا وسهلا بكم ازا لكم يا شباب كل عام وانتم طايبين كل سنوان طايبين طبعا بنسبة العيد والنهاردة بقى بما لأينا قاعدين فتعالوا بينا نتفرج على الريينو 3 الوافد الجديد من شركة اوبو موبايل ميد رينج جديد من شركة اوبو او فئة متوسطة وامتداد للريينو 2F او الأبجريد بتاعき القيامة وطبعا هيكون في الريينو 3 برو لأبجريد بتاع الريينو 2 But النهاردة هنتكلم على الجديد هنتكلم عن الموبايل ده وفي اخر الفيديو هنقول مميزات وعيوب الرينو سري وطبعا هنقول سعر الموبايل فهتابعوا معنا الفيديو الاخر لكن الاول تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرا واشتراك بالقناة وتفعل زر الجرح لان وصل لك كل جديد وهلا بنا نبدأ على الرينو سري ورجعنا لكم ثاني وبعتذر بس لو الصوت في اي مشاكل لاني الى حد ما عندي برد شوية من تغير الجو لكن نبدأ على الرينو سري ونبدأ باول حاجة الدزاين او التصميم الخاص ب اوبو الرينو سري التصميم يعتبر تقليدي جدا مفيش فيه اي جديد او مفيش فيه اي ابداع بخلاف الرينو تو اف اللي كان فيه ابداع كتير جدا في الموبايل ده الموبايل هنا جاي منصنع بالكامل من البلاستيك او البولي كربونايت مش ازاز زي الرينو تو اف وعموما مش هتفرق معاك الحددة دي كتير لان انت برضو لازم هتلبس اللي اتنين اتجرب عشان تحافظ على الموبايل سواء ازاز بيتكسر بلاستيك بيتخربش اي نعم الازاز بيبقى بريميوم اكتر او انت لما بتكون مسك الموبايل كده ويكون مصنع من الازاز بتحس ان هو فيه فخامة شوية كده عن البلاستيك لكن انت برضو هتستغنى على الموضوع ده عشان لازم هتحطوا لهم جرب عشان يحافظ على الموبايل بنيجي للنقطة التانية وهي نقطة شاشة الموبايل الشاشة هنا جايب حجم ستة واربعة انت شاشة عادية لكن شاشة هنا ممتازة جدا لانها جاهلنا اوليد او اموليد الشاشة هنا جايب دقة فول اتش دي بلاس وكمان بكثافة بيكسلات ربعمية و 11 بيكسل فهتكون الشاشة ممتازة جدا في تجربة الفيديوهات وكمان من ضمن الاضافات او الخاص الحلوة في الشاشة هنا انها بتدعم وضع دارك مود للنظام بالكامل لتحويل النظام كله الى اللون الاسود بالكامل فده شيء كويس جدا فيه الموبايل ده كويس فايه بيحفظ لك على بطارية الموبايل او بيحفظ لك على استهلاك البطارية في وضع الدارك مود وكمان بيحفظ لك على النظر بتاعك وتحديدا بالليل بالليل بيبقى مريح كده في العين فده شيء كويس جدا وانا صراحة بفضل اوي وضع الدارك مود بالليل اما بقى لو جينا الاداء الرينو سري او البروسور اللي جاي في الموبايل ده فهو جاي من شركة ميديا تيك هليو بي تسعين البروسور ده متطور او اعلى شوية من اللي كان موجود في الرينو توقف اللي هو هليو بي سبعين ده سبعين ده تسعين في فرق ما بين الاتنين اي نعم الفرق مش كبير لكن موجود فرق ما بين اداء الجهازين وعموما الاداء هنا هيكون محترم جدا وسلس جدا وتحديدا مع وجهة اوبو الممتازة جدا اللي هي الوجهة ده مستقرة جدا وبتدي اداء متميز فهيجون تجربة الاداء او المهام اليومية سهلسة جدا او تصفح ما بين التطبيقات كمان تجربة الالعاب هتكون ممتازة جدا برضو على الموبايل ده فهيبقى شيء كويس جدا في الرينو سري والرينو سري بيجي لنا بتمانية جي جرام مع مساحة دخلية 128 فده شيء كويس جدا ومقبول قوي على الفئة السعرية اللي نازل فيها الموبايل اما بقى لو جينا الكاميرات في الرينو سري جاي باربع كاميرات خلفية الاربع كاميرات خلفية ويجه دي كاميرات خلفية او ميجا بيجسل ودي الكاميرا الرئاسية والفتعة عادزة وطبعا دي حاجة تقليدية جدا زي الكاميرا اللي شفناها لكن بقى الجديد هنا في الكاميرات الكاميرا اللي هي كاميرا تيلي فوتو كاميرا جاية للزوم للتقريب البصري كاميرا بدكة 13 ميجا بيجسل وده شيء ممتاز جدا هنا كاميرا لو انت عايز تصور حد على مسافة بعيدة جدا فبتقدر انت تصور الشخص ده بثبات كبير جدا لان دي كاميرا مقتصة بالزوم على خلاف الكاميرات العادية او الزوم العادي اللي بيبقى زوم ديجيتال من السوفتوير فهنا بتديك خمسة اكس اوبتيكال زوم يعني زوم رسمي وكمان اشرين اكس ديجيتال زوم زوم كده من خلال السوفتوير فده شيء ممتاز جدا فيه ناس بتحب كاميرات الزوم او بتهتم بالكاميرات دي فده شيء كويس وده شيء جديد فيه الرينو سريه اما الكاميرا الثالثة تمانية ميجا بيكسل كاميرا الترا وايد للتصوير الواسع والجروبات يعني لو انت عايز تصور مجموعة من الناس والمسافة قريبة فبتقدر انت تنقل على الكاميرا دي بتديك صورة اعرض وتقدر تصور التيم ده كله اما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا بقى استكمالا للاربع كاميرات كاميرا بلاك اند وايد وطبعا هنا موجود فلاش فيه الموبايل ده ونيجي بقى للكاميرا السيلفي اللي جاية بدقة اربعة واربعين ميجا بيكسل كاميرا ممتازة جدا وبيكسلات كبيرة جدا والاول مرة في الفئة دي نشوف حجم البيكسلات الكبير في الكاميرا الامامية الكاميرا السيلفي هنا ممتازة جدا وكمان موجود فيها وضع الالترا نايت سيلفي الوضع ده بتقدر تصور من خلاله اي صورة في اي اضاءة بتكون ممتازة جدا ده وضع مخصوص كده للاضاءة الضعيفة فبتقدر تاخد منه صورة كويسة جدا في الاضاءة الضعيفة وعموما هنا القاميرات الخلفية بتقدر تصور معك فيديوهات بضقة فورك وكمان موجود هنا في تصوير الفيديوهات وضع اسمه ultra steady video وضع ده بتقدر من خلاله لنت تصور فيديو بثبات عالي جدا من خلال وضع اي اي اس او من خلال المثبت الالكتروني اي اي اس وكمان موجود المايك الخاص بعزل الضوضاء خلال تصوير الفيديو او حتى خلال المكالمات اللي بيقدر يعزل لك عن الدوشة اللي حواليك فده شيء ممتاز جدا في الرينو 3 اما لو جينا البطارية فالبطارية هنا محترمة جدا بقوة 4025 وبتدعم الشحن السريع بقوة 20 وط من خلال طبعا المنفذ الطايب سي ومن خلال خاصية الفوكت شارج الخاصة بشركة اوبو والبطارية هنا بتشحن معك بالكامل في خلال 70 دقيقة او 72 دقيقة وبتشحن معك في 30 دقيقة بس بتشحن 50 في المئة من الموبايل يعني تقدر وانت قاعد بتاكل كده ان انت تشحن الموبايل فده شيء ممتاز جدا في الموبايلات عموما وفي الرينو رينو 3 تحديدا اما بخصوص السماعات او تجربة الصوت فموجود هنا دولبي اتموس خاصية دولبي اتموس دي مختصة بتجربة افضل للصوت وبتديك اداء صوتي رائع جدا في عيكون الرينو 3 تجربة الصوت فيه ممتازة جدا في الموبايل ده وطبعا الموبايل جاي باندرويد 10 وواجهة اوبو الكالر او اس 7 وطبعا موجود فيه البصمة الاصبع جاية فيه الشاشة وبتعمل بكفاءة عالية جدا كعادة بصمات اوبو صراحة وطبعا موجود فيه الفيس ان لوك والرينو 3 جاي بلونين ودوله الاكيد اللون البلاك او الاسود الليلي واللون البلو او الازرق القرورة زي ما بيقولوا وممكن احتمال ينزل لون تاني اللون الوايت او اللون الابيض رينو او اوبو المرة دي بخلع لنا شوية في الالوان لكن دول الالوان الرسمية اللي جاية في الرينو 3 واخيرا بقى نيجي لمميزات وعيوب الرينو 3 ونبدأ بالعيوب اول حاجة نقاملها في العيوب طبعا ديزاين الخاص به الموبايل او شكل الموبايل او حتى خامات الموبايل الدزاين عادي جدا مفيش فيه اي جديد حتى خامات الموبايل هنا اعتبر بلاستيك او بولي كربونيت مش ازاز وكمان مش موجود لمبة اشعارات وكمان موجود بروس كبير في الكاميرات الخلفية وبرضو النوتش التقليدي جدا لو انت كنت حابب تطور اعلى لان الرينو 2 اف والرينو 2 طبعا جانجايين بالسلايدر لكن الشركة المراضي بتفكر بفكرة تاني وجابت نوتش عادي جدا فلو انت شايف ان النوتش ده عيب فاعتبره عيب تاني عيب اداء الموبايل ده او اداء المعالج ده هو مش الافضل في الفئة السعرية دي مش معنى كده ان اداء الموبايل وحش اداءه ممتاز جدا وتحديدا مع وجهة اوبو المستقرة جدا لكن اداءه هو مش الافضل في الفئة السعرية دي وعموما الرينو 3 هو مش نقلة كبيرة او تطور كبير من ناحية الدزاين عن الرينو 2 اف لكن تطور كبير من حتة الكاميرات وتطور عادي من حتة الاداء او البروستيسر اللي جاي في الرينو 3 اما بقى لو جينا لمميزات الرينو 3 فهتلاقي مميزات صراحة كتير في الموبايل ده اول حاجة وزن الموبايل ده وزنه خفيف جدا وده ميزة كويسة جدا بنفتقدها في مبايلات كتير تاني حاجة هتاخد شاشة ممتازة جدا في الموبايل ده شاشة امولود والبصمة موجودة في الشاشة وبتعمل بكفاءة عالية جدا هتاخد رام عالي جدا 8 جيجا رام مع روم محترم جدا 128 مساحة داخلية وكمان الموبايل هنا بيدعم تزويده بكارت مومري بجانب الخطير تجربة تصوير محترمة جدا في الرينو 3 واداء القاميرات الخلفية ممتاز جدا وتاخد ثابت عالي جدا وتحديدا في تصوير الفيديوهات في الموبايل ده ونفس الكلام القاميرات السيلفي ممتازة جدا في الموبايل ده واخيرا في المميزات علبة الجهاز قلبة الجهاز جاي فيها كل المجتملات وده شيء صراحة محترم جدا من شركة اوبو مقدم عليك الشاحن السريع اللي هو بقوة 20 وقت ونفس الكلام السكرينة ملزوقة مباشرة تدعى لموبايل وكمان موجود الجراب في قلبة الجهاز بجانب الحاجات التانية ومن ضمن المميزات اللي موجودة برضو في الجهاز ده او عن نظام اللي خاص بالجهاز ده طبعا موجود نظام ان انت بتقدر تعمل حسابين للجهاز يعني بتقدر تعمل وجهة للجهاز ده وبتقدر تعمل وجهة التانية مختلفة خالص عشان لو انت عايز سد الموبايل بتاعك لاطفال يلعبوا عليه ما يخشوش على شغلك او على اي حاجة تانية او لو انت بتزوغ من حاجة ما ومش عايز حد تاني يقطر عليها او يشوفها فتقدر اللي انت تعملها من خلال الوجهة التانية اللي موجودة على الموبايل ده فده شيء مميز جدا برضو في الرينو سري واخيرا بقى سعر الموبايل ده سعر الموبايل هيكون للتمانية جرام مساعة دخلية مية تمانية وعشرين هيكون في حدود سعر ستلاف جنيه الى ستلاف متين جنيه مصري فاقولولي رعيكم في الرينو سري وهل موبايل كويس وهل افجاريك كويس على الرينو تو اف ولا لا وصراحة الموبايل يعتبر ممتاز في حاجات كتير والتسويق شغال للموبايل واتوقع للموبايل ان هو يحقق مبيعات عالية جدا لاني او بمركزة فيه على الحاجات معينة كده وشطرة جدا في تحقيق الحاجات دي قولولوا رعيكم في التعليقات عن الموبايل ده وقولولي اي صفصرات لكم واشكركم على حسن المتابعة كانا معكم محمد طاعة شوفكم في فيديو الجاية على خير في رعاية الله